أعزائي بعد موصف بولوس الرسول حالة الكنيسة قبل الإيمان حالة الأمم أنهم كانوا أموات بالذنوب والخطايا وأننا كنا بالطبيعة أبناء الغضب عاملين مشيئات وأفكار الجسد حسب الرغبات والشهوات تحت رئيس سلطان هذا الدهر رئيس سلطان هذا الهواء الذي يعمل في أبناء المعصية فيصف حالة الإنسان أنه بعيد أنه ميت أنه هالك أنه ضايع لا حول له ولا قوة لا يستطيع أن ينقذ نفسه ولا يستطيع أن يخلص نفسه لكن على طول يتحول إلى النظرة الإيجابية فالرسول يظهر أن الله يعمل لنا ويعمل فينا ويعمل أيضا لصالحنا فالله هو الذي أحبنا وهو الذي أظهر رحمته محبة الله غير محدودة محبة الله كما يقول لكي تدركوا محبة المسيح الفائقة المعرفة هذه المحبة لها أبعاد أربعة لها ارتفاع وعمق لها عرض وطول إلى آخر كل هذه الأبعاد الأربعة تتكلم عن محبة المسيح الفائقة فالله أحبنا بغض النظر يقول كتاب محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة